بحكومة سعد الحريري ومنذ منهم كان في وزراء لويات لبنانية كان عندكم أربع وزراء وفقتوا على أعفاء شركات كبرى والمصارف بقيمة 150 مليون دولار من التهرب الضريبي الشركات الكبرى هذا اللي أنا أحكيك عنه هذا شو بتعلق لها عمل لك صار فيه بالبركور السابق صار فيه محاولة وكانت القوات اللبنانية مقتنعة جدا بهذا المنطق صار فيه محاولة لترتيب هذا البيت بطريقة الديمقراطية التوافقية عدتك هذا مسأل بدي تعليقك عليه مني مطلع عليه إذا صحيح بيكونوا أخطأ أو ما رأيت عليهم مثلما كانوا يمرؤوا أمور كتير داخل مجلس الوزراء أنا بقول لك شو هالمؤسسة العظيمة مجلس الوزراء اللي بعد من سنة التسعين لليوم من الطائف لليوم ما عملنا لها نظام داخلي لمجلس الوزراء أو أنا بقول لك كمان المناقشات قديش بتكون دقيقة بمجلس النواب ومش أوقات منزيد كلمة ومنشيل كلمة من بعد ما نكون أقرينها كله بده نفض بسلملك كله بده نفض وبسلملك أنه يمكن بالمسار السياسي أسأنا التقدير ببعض المحطات بس واضح للرأي العام من هو الفريق السيادي اللي بده يبني دولة بشكل عام هلأ هون بالكلية الموقف السياسي ومين يدك قواعد الدولة واشو ساق بعمق الفكرة اليوم طب شو اللي منع اليوم لأنه اليوم 14 أدار حكمت لحالة 14 و 8 بالاستفافات اللي كانت موجودة حكموا مع بعض وأيضا 8 وآخر يعني أعجزات أيضا قوات 8 أدار حكومة الرئيس حسان الدياب وآتير الوطني حكروا بشكل بشكل مباشر كمان فاليوم شو اللي منع الأطراف اليوم بعطيك عنوين يعني اليوم حصل الانهيار الكبير بس اليوم من عجل بالانهيار الكبير ما عملوا كهرباء ما عملوا نقل عام ما عملوا استشفاء بكل هذه السنوات طب اليوم هيك هل أمريكا أو إيران أو السلاح أو غيره منع اليوم إقامة هذه الأمور الأساسية خليني أقولك طيب عظيم هم بتفتح لي مواضيع شوي يعني نظام معقول صار فين 300 مليار دولار نحن من 92 شوي مفعول رجعي صار فين 300 مليار دولار من 92 للألفين سيدي ما عملين نقل عام وما عملين طبابة وما عملين ما عملين شي مدارس عامتا حكم فريق 8 أدار بشكل كلي أعطيك آخر مسأل أطبق آخر مسأل وقت الإجاء ميشيل عون رئيس جمهورية صارت انتخابات الـ 2018 وإجيت الأكترية لمصلحة فريق الممنعة وبسرعة قصوى حصل الانهيار وقت الـ 14 أدار وأنا بقول لك ولا مرة يعني حكمي تفعليا 14 أدار لأنه برجع بقول لك وهج السلاح كان دائما هو المسيطر وكانوا قادرين بلحظات معينة يخربتوا كل المسار وكل التركيبة وهم يقولوا النمط الاقتصاد اللي عملوه ويسقطوا حكومات مثل ما سقطوا ساعد الحريري وقت الكنبي واشنطن شي لهوضي طمع بس خي عايية من رئيس سليمان بدي أعطيك هذا المثل مع أنه رئيس سليمان يعني منه من أركان 14 دائر بس إنه كان فيه يمكن حد أدنى من صار بعدين السلوك السلوك الوسطي ما كان فيه نمو يا سيد 8% في الملد مع كل السياسات الخاطئة ومع كل الهدر ومع كل الفساد ومع كل مصرف لبنان هلأ رئيسنا يجيب مئات الزهر في 2% نمو هالسنة يعني فيه حقائق فيه حقائق بالـ 2011 حقق لبنان نمو 8% هذه سابقة مش أنا وياك فينا لا نخترعها ولا نخفيها بس إنه اليوم يا سيدة تنوصل نرجع للب المشكل فيه مشروعين سيئسيين بلبنان لم يعودا قابلين للتعايش الدولة والدولة نحن من دعاة السعي إلى إعادة بناء الدولة وإنه هذه الدولة ما بقى فيها تعيش ما بقى فيها تفرض رأي علي المقاومة حررت لبنان من اسرائيل قدت غرضها الشيعة في لبنان مكون أساسي ما منرضى إلا ما يكون لبنان معهم أمس واليوم وغدا ولكن اختطاف القرار اللبناني من قبل فصيل اسمه حزب الله أو السناء الشيعة وفرضهم بالقوة وبمنطق القوة وبمنطق الغالبة رئيس جمهورية من عندهم وحكومة من عندهم وهن أروا الروسية ستنر الخارجية والدفاعية والأمنية والقضائية وبيهددوا بأبعاد وبيسكروا عدلية وبيقفلوا ملف لا عم نقول بكل أسف هيدا ما بيناسب أي مواطن لبناني مخلص